موسيقى اليوم بمت في الايف رح منحكي عن سيعة سوشال ايكوناميك اووردز لسنة 2015 هالاحتفال يلي بيصير سنويا وقاله خمسة سنين بيصير عم ياخد أصداء إيجابية جدا جدا وعم بيكون محفز لكل الأشخاص يلي بيكونوا عم يعملوا بمجال الاقتصادي والاجتماع اليوم رح بستقبل مع سيدي فيولات غزال بلعة أهلا وسهلا فيك شكرا سيدي مارون بلعة أهلا وسهلا فيك حضرتكم المنظمي السوشال ايكوناميك اووردز وأكيد اللي رح نحضروا الليلة على شاشة الام تي في على الساعة تسعة اللاربع السنة الخامسة على التوالي بظروف فعلا كتير صعبة بلبنان كيف قدرين تكملوا أول شي ميباتي كجاو متل ما بتريدو أكيد الظروف اللي عم نمرق فيها صعبة مش بس علينا على البلد كله وما بتصور في شي وقف بالبلد يعني هادي ميزة لبنان وميزة المجتمع اللبناني اللي بيتميز بديناميكيته وسرعة تأقلمه مع الأحداث أكيد فيه كتاعات مجبورة أكتر تتأقلم بسرعة أكتر فيه كتاعات تانية اللي بتوعنا بإشياء شوي الإنسان بيعتبرها مش من الضروريات هادي بتتعذب أكتر نحنا من هالإفنت يلي شوي بيعتبروا أنه ربما بيتأجل أو ربما يمكن ما بيصير بس بالعكس الأسي إيفنت هو احتفال لقاء سنوي بيستهدف يرفع معنويات البلد ويقول بعد في لبنان بعدهم في لبنانية مآمنين بلبنان وبعدهم عم بيعملوا مشاريع ومبادرات بدعم المجتمع بلبنان بدعم الوطن وبتعزز صورته بالمحافر الدولية نعم هالإفنت من تنظيم فرست بروتوكول يلي حضرتك رئيسة وصاحب الشركة لما بيكون فيه تنظيم إفنت هالأد ضخم كيف بيتم التنظيم؟ مين بيثاهم فيه؟ وكيف بيتم هما شيء اختيار الأشخاص يلي راح بيتكرمها سيد مارو نعم هالحفل الضخم بياخد معنى حوالي سنة إذا مش أكتر من سنة يعني من سنة لسنة بيكون فيه عمل دايم بيكون فيه تحضير وبيكون فيه مراحل تحضيرية وتنظيمية وهي من سنة لسنة كمان بيكون صارت بشكل سيستيماتيك بشكل منهجي وكل فترة بتحمل تحضيرات معي يعني بالبداية بتحمل تحضيرات مع اللجنة التحكيم ومع الابليكيشن يعني الطلبات اللي لازم تتعبى وفي أي معايير خاصة تنصر فيه إلى معايير ايزو 26 ساود 26 ألف يعني عالمية عالمية نعم ولبنان يعني خطى خطوات بعدها خجولة شوية بالنسبة لمساحة لبنان وحجمه وحجم القطاع الخاص اللي فيه نعم بعده يعني تقريبا بيعتمد سيستام الوالفار يعني الأعمال الخيرة أكتر ما أنه سيستام المسئولية المجتمعية وفق هالمعايير مع هاللجنة اللي كل سنة بتتعدل حسب الشخصيات وحسب المعطيات اللي نحنا بدنا نركز عليها منحضر هالابليكيشن ومنبعثون بالسوشيال ميديا وبالميليات لكل القطاعات الاقتصادية منا المصرفية والصناعية والتجارية وإلا ما هونيلي حتى منطاول الاجتماعية والاشياء اللي بتنعمل بكل المناطق اللبنانية حتى صارت الاسي اي صار حدث وطني يمكن مش من سبيل الصدف بيجي من بعد أسبوع من عيد الاستقلال اللي من عيده بالبلد يعني بيجي يمكن ليكرس هالمفاهيم تبع الاستقلال اللي بيضمن وحدة هالبلد ويضمن استمراريته واعطاء الوجه الحضاري للبنان اللي هو قبلة الأنظار الدول العربية نحنا بخضام هالأعصار اللي عم تمرق فيها من منطقة الوفات يحصل يعني هالحدث السنة هو بحد ذاته دليل تحدي شوي فينا نقول كمان دليل لأنه لبنان حيضل مستمر رغم كل العواصر تحدي للأحباط تحدي للصعوبات تحدي لكل مين عم بيجرب يحارب لبنان من كل النواحي لأن لبنان شعروا الأرزي والأرزي قد ما بيبرق عليها أعصير وسلوج شامخة بتكسر هيك يغصن منها وبتطلع وبتنزل بس بتضل السابتة وبترجع بالصيف بتطرد وبالربيع وإن شاء الله لبناني يضع العيش ربيع وصيف دائم رغم كل الأعصير إن شاء الله إن شاء الله خلينا نشوف البرومو بتعطينا شوي هيك ملخص عن الجو العام لسهرة الأوردز للسنة للسنة الخامسة على التوالي الأم تيفي بتقدم حفل سوشيل ايكونوميك أوردز 2015 نأمل في أن نضيف إنجازا إلى سجل اللبنانيين الحافل في المغتربات معنى الليلة نترجم فعل إيماننا بلبنان أضغم حفل لبناني لتوزيع الجويز الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية حفل رائد ومتميز لنكرم أشخاصا هم من المخلصين لوطنهم من تنظيم فرست بروتوكول ليلة 9 إلى 4 على الام تيفي شي ضخم جدا شي مميز جدا وشي مهني بحث يعني محترف فيه احتراف فيه مهنية فعلا عالية يعني وشفنا كمان آرتست جايين من الخارج ما كان صعب على يكون يعني هذا دليل تاني كمان نشوفه قديش يعني المنيح بيعدة والعاطل بيعدة لما صار الانفجار ببريز صار فيها الاتصال من قبل المغنية والموسيقية حتى كاترين أطوان فرنسوية أنه هل لازلتوا أنتوا بوارد من بعض الانفجار اللي صار ببيروت والانفجار اللي صار عنا ببريز أنه بعضنا بوارد أنه يتم هالإيبانت أنه بالعكس هذا شي محفز لأنا ونحن نتمنى أنتوا يعني تنعدوا منا بهالإطار هذا وهن الفرنسوية كمان نحن في إذا بدك العلاقة التاريخية نحن وياهم الفرنسوية ومش كتير بعض الزهنية اللبنانية والفرنسوية بقى مبتزج إذا بدك هالتحدي بيننا وبينهم وأجت على بيروت واستقبلناها ونزلت عنا وحكيت كتير عن الكرم اللبناني كانت متأسرة كتير مثل ما كنت عم تقولي لي صحيح كان عندها كلمة هيك على المسرح بعد ما خلصت أول طابلو كانت كتير متأسرة لدرجة أن دمعت وبكت هلأ اليوم نشوفها بنرجع وتلبكت يمكن دخامة الحدث اللي صار عندهم ببريز ولقيت حالها هي بمحل تاني ولقيت أنه بمحل فريمان بيشتغل يعني بيشتغل على المعنويات بيشتغل على السئة بالبلد بيشتغل على الولاء للوطن وشايفت الببليك نوعية الحضور وبيشتغل كمان على المبادرات يعني أكيد وهذا هو صلب الموضوع مبادرات الكتاع الخاص والكتاع العام وشخصيات حتى نحن بتم اختيارها من كرمها بالحفل كل سنة كيف عم بتم اختيارها طبعا حكينا عن المعايير ولكن بالنتيجة فيه قرار بدوية تاخد كان فيه 12 شخص عام يتكرموا السنة في عنا 12 جيزة في عنا 4 شخصيات تكرمت ببداية الحفل وعنا 8 مؤسسات تقريبا يعني هي شوية مفصولة بين مؤسسات يتعمل برامج بتفيد المجتمع بيكون في قلة استمرارية دائمة وقد ما بيكون منفعتها للمجتمع كبيرة بيكون فيها تورط ناس عم بيشتغلوا فيها يعني ناس ملتزمين بالمسؤولية الاجتماعية هذه بتاخد تقدير عند لجنة الحكم كل سنة وشخصيات بتم اختيارها من لجنة التحكيم لحتى يعني تضوي على مبادرات حلوة بهالمجتمع لتصير مثل المارون عدوى يعني كمان المنيح لازم يعدى مش بس العاطل ومن هيك بيكون احنا شوية بنفصل الشخصيات عن البرامج بالمؤسسة لما بنحكي عن المسؤولية الاجتماعية يعني عم نحكي عن شو تحديدا يعني لما بتكون الشركة هي بلشت المفهوم المسؤولية المجتمعية لما تكون شركات الكتاع الخاص عم تشتغل بهالمجتمع وبمحل معين هيك بدأت انه كانت تدمر شي بيسيب هالمجتمع كان المفروض تعمل شي لحتى تعود لإصابة يعني كنا عم نحكي عن شركات الدخان المعامل بتطلع بتلوس البيئة كانوا يعملوا يزرعوا مثلا شجر يعني شجروا محلاتوا ينطفوا الأنهر لحتى يعودوا الدرر يلي بيعملوا بهالبيئة اللي هن فيها هلأ تطور أكتر مفهوم المسؤولية المجتمعية وصار هو تقريبا الحل يلي الحكومات عم تعدمته يعني تعدمده وتدفع الكتاع الخاص يعمله لأنه هو الحل للخروج من الأزمات لأنه الحكومات جميلة كلها عندها أزمات نعم بكل العالم فالكتاع الخاص يلي هو عم يشتغل مفودة عن بعضه نعم بمبادارات مختارة وبتكون هاتفة مركزة بتروح بمحلة أكتر نعم فمن هيك تطور شوية المفهوم وصار هلأ يمكن ربما الحل للأزمات أستاذ مارون من خمسة سنيننا اليوم لما بلش هالأحتفال للتكريم من الأشخاص اللي عندهم مبادارات إن كان اقتصادية ولا اجتماعية كيف يعني هل تغير الوضع هل كان فيه تحفيز أكتر من خلال مئة بالمئة نعم نعم التوجيه اللي عملناه مع اللجنة التحكيم حتى بالتعاون مع هالمؤسسات والقطاع الخاص لهني كمان جاوبوا لأنه في لبنان بعده شوية الإيغو نوعا ما بيشتغل بس هلأ حسنا فيه هيك تجاوب وهيدا كبر يعني لمسنا بها الشركات وخاصة بالقطاع المصرفي لاستحدث وحدات طوانا بالمسؤولية المجتمعية حلو كتير وهيدا شي حلو كتير وحتى صار زداد عدد الأشخاص الموظفين يعني بها المؤسسات هني تطوعوا كليا لا ينزلوا يعملوا أي عمل اجتماعي بكافة المناطق اللبنانية وهيدا شغلة وأكيد أنت جام كاملين بلاشتوا الشغل دجا طريبا نحن تقولي أنا واجه كلمة لثلاث مؤسسات ويمكن أكتر بس هني أكتر شي هيكي لما سؤوني بمساندة هالعمل وهني لشعوريا بيشتغلوا بصلب المسؤولية المجتمعية لأن نحن أول ما جينا على الام تي في بأول حلقة لأننا لحتى نعملها عن المسؤولية المجتمعية وكان لأننا اجتمع مع أستاذ ميشيل المور بالفعل حسينة قداش كان عنده هالفجن هالرؤية بهالإطار هيدا ورجعنا تأكدنا بهالبرامج اللي عم بتصير بالام تي في كيف عم يهتموا بالمسؤولية المجتمعية عبر على كل حال نحن رح منشوف كل التفاصيل الليلي على شاشة الام تي في على الساعة 9 اللي ربع بدأ أشكر رجوتكم معنا السيدة فيولات غزال بلع أستاذ مارون بلعا ومنشوف سوشل ايكوناميك اووردز الليلي على شاشة الام تي في رح ناخد وقف سريعا من بعد منكون مع ويندو فينيارد خليكن معنا